ومشاهدنا للمزيد من التفاصيل عن هذا الملف ينضم إلينا المتحدث باسم الحكومة العراقية سيد باسم العوادي سيدي أهلا وسهلا بك أهلا بك أستاذ بداية تعهد الحكومة بشأن إنهاء مهمة التحالف الدولي بيسير وفق آليات مدروسة الآن وضعتها الحكومة ولكن هل ستفتح الحكومة أبوابا للحوار مع مختلف الفعاليات السياسية اللي كي يتصل هنا بالاتفاق الجديد مع الولايات المتحدة إلى مراحل تنفيذة دون تعكير صفو هذه المباحثات بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم لمشاهدي قناة العراقية نعم الحكومة العراقية أولا لعلكم لاحظتم خلال الأسبوعين الماضيين أو حتى المرحلة السابقة الأطر أو الدوائر التي تعمل بها الحكومة العراقية انطلاقا من الإطار التنسيقي والبيانات التي أصدرها وتأييدها لدور الحكومة العراقية وسعيها باتجاه إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق البيان الأخير لتحالف قوة الدولة كإطارين عامين وبالتالي الأمور ماشية بالاتجاه الصحيح والاجتماع اليوم الأول حصل وعلى أساس الترتيبات القادمة ستمضي الآن ما بعد ذلك بكل تأكيد الحكومة العراقية لديها مسؤوليات لن تتخلى عنها ستقوم بها كل الفعاليات السياسية ما يتطلب أن تقوم به الحكومة العراقية من حوار من ضغط سياسي من تفاهم من القيام بمسؤولياتها الأمنية والعسكرية فبالتالي لكي نصل إلى الصورة الصحيحة الحكومة العراقية ستتواصل مع كل الأطراف في داخل العراق من أجل الوصول إلى الحلول الصحيح البيانات التي ظهرت مؤيدة ومرحبة بعودة المباحثات على طاولة الحوار مرة أخرى للداخل العراقي هنا تحدث تعطي أيضا بوادر أن هناك اتفاق كامل من قبل جميع الجهات على هذه المباحثات وسيكون هناك دعم من قبلها تحصيل حاصل عزيزي تحصيل حاصل مهمة إنهاء القوات التحالف الدولي في العراق انطلقت اليوم وما تقوله الحكومة العراقية استثني منها بعض الشوشرة التي حصلت خلال اليومين الماضيين والمتحدث الرسمي في الدولة الفلانية قال والصحف الفلاني قال وأنه لا يوجد انسحاب كل هذه عملية تشكيك حقيقة للأسف سمعناها خلال اليومين الماضيين كان المفروض أن نستمع إلى ما تقوله حكومتنا الوطنية هذا الموضوع موضوع حساس لا يمكن لحكومة للسيد رئيس الوزراء أو وزير خارجي أو وزير دفاع أو ناطق باسم دولة أن يلتقي ويصرح ويقول بأننا نعمل على أنهاء مهمة التحالف الدولي ثم يخرج من يقول لا لا يوجد إنهاء لهذه المهمة هذا الموضوع حساس ومشكلة وسائل الإعلام أيضا تابعة هذا الموضوع هذا الموضوع يتعلق بمستقبل العراق بواقع العراق بالأجيال بدور العراق الحالي والمستقبلي غير الموضوع غير خاضع للمجاملات وأيضا غير خاضع للمزايدات جملة عنوان من الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية محمد إنحاء قوات التحالف الدولي في العراق انطلقت اليوم والسيد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني سينهي هذه المهمة خلال فترة حكومته الحالية ما عدا ذلك كل من يقول عدا ذلك غير هذا الكلام فأنا أؤكد لكم بأنه كلام غير صحيح طيب جملة مهمة إنهاء التحالف الدولي في العراق هذه الجملة تعني أن القوات العسكرية العراقية هل ستكون جاهزة بكافة صنوفها لاستلام كل شبر من أرض العراق على عاتقها هل هناك مساعدات إضافية ربما أو خطط جديدة لزيادة ترسانة الجيش العراقي وتعزيز قواته قوات الأمنية الإجابة بشقين الجواب الأول لا توجد أي قواعد خارجية في داخل العراق وهذا ما أكدته الحكومة العراقية طيب كل القواعد الموجودة من ضمنها قاعدة عين الأسد وحرير أو غيرها هي قواعد عراقية سواء كان فيها متواجد الجيش العراقي أو متواجد قوات البشمرق أو غيرها لكن هناك جزء من هذه القواعد ممنوح بموافقة الحكومة العراقية والحكومات العراقية السابقة والقوات المسلحة العراقية لقوات التحالف الدولي التي مشكلت لكي تساعد وساعدت العراق على حزيمة تنظيم مهمات استشارية لكن جيشنا يسيطر على كامل الأرض العراقية وهذه القوات كما تعلمون هي محددة ومحصورة في أماكن معينة وبالتالي لا توجد قوة منشورة غير القوات العراقية فقواتنا مسيطرة على كل شبر في الأراضي العراقية فيما يتعلق بالتسليح والتجهيز بكل تأكيد خلال السنة الماضية السيد رئيس الوزراء عقد مجموعة من الاجتماعات المهمة وأيضا حتى في أكثر من سفرة من سفرات المهمة لعلها من سفرة مثلا ميونيخ وسفرة روسيا كان يصطحب مسؤولي التسليح في وزارة الدفاع اجتماعات ما يعلن منها وما لا يعلن منها مع مسؤولي وزارة الدفاع وقادة الصنوف العسكرية القوات البرية البحرية طيران الجيش الطيران الجوي ما شاكل ذلك لا تنقطع مستمرة هناك بحث أيضا في موضوع تسليح الجيش العراقي وأيضا اليوم الاجتماع الذي ترأسه السيد رئيس الوزراء وهو باكورة انطلاق عمل اللجنة العراقية الأمريكية شكلها ثلاث لجان ستكون لجان مشتركة فيها عراقيين وفيها أيضا ضباط من التحالف الدولي اللجنة الأولى ستدرس تحديد داعش إلى أين وصلنا؟ ما هو تحديد داعش في الوقت الحالي؟ كيف سيصبح تحديد داعش أعداده وجوده مصادر تمويله إذا انسحبت قوات التحالف الدولي هل من الممكن أن يتطور حجماته؟ بالتالي هذه اللجنة ستبحث موضوع تحديد داعش اللجنة الثانية ستبحث موضوع الظروف العملياتية والقتالية وأيضا اللجنة الثالثة ستكون محتمة بواقع تسليح جاب على سؤالك الكريم محتمة بواقع تطوير تدريب وتسليح وتطوير الجيش العراقي تعزيز قدراته فبالنهاية جزء أصيل من إعلان أن قواتنا المسلحة العراقية قادرة وأن تنتحي محمة التحالف الدولي أن نصل خلال الجدول الزمني إن شاء الله إلى نهاية الجدول الزمني أولا من خلال قرارات مجلس الوزراء قرارات السيد رئيس الوزراء المباشرة إلى وزارة الدفاع وأيضا محمة هذه اللجنة في التحالف الدولي أن نصل إلى مستوى من التسليح يكون فيه العراق قادرا على أن يضبط الأمور بصورة صحية طيب سيدي هنا لو جئنا للعلاقات لنسميها البينية بين العراق والدول التحالف الموجودة يعني بعد أن تنتهي محمة التحالف الدولي كيف سيمضي العراق بهذه العلاقات الاقتصادية الاستثمارية هنا هل تحتاجون أيضا لدور نيابي تشريعي لإسناد هذا الدور دور الحكومة فيما يتعلق يعني التحالف الدولي تعرف عشرات الدول بعضها دول يعني شاركت سابقا الآن يعني موجودة اسم بعضها لكن إجمالا هناك 11 دولة فاعلة في قوات التحالف الدولي في الوقت الحالي طبعا على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها قائدة التحالف الدولي الموجود كذا لدينا معهم اليوم المكتب الإعلامي المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في البيان الذي تناوله أشار على أنه أولا العلاقات الثنائية ستطور مع الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لاتفاقية الإطار الستراتيجي الموقعة عام 2011 ما بعد الانسحاب الأول وأيضا يعني إذا كان هناك أي جانب جديد قابل للتطوير في الاتفاقية سواء كانت العلاقات الاقتصادية الاستثمارية العلاقات التسليحية كل بند من الممكن أو كل ما يحتاج العراق بصحيح لأن تعرف هذا الموضوع يعني من هذه المهمة أكيد ستقول هذه الاتفاقات الاقتصادية بالتالي اقتصاد أكثر من اقتصادية أنت هذا تحالف دولي وهذه دول كبرى اتفاقات أمنية اتفاقات استخبارية أي نوع من أنواع ما يحتاجه العراق لكي يحافظ على استقراره ويبقى دولة قوية لكن وفقا للعلاقات الثنائية الندية بدون وجود قوات وهذا هو المطروح حتى أغلب الأطراف التي تطالب مثلا بخروج القوات الأمريكية لو استمعتم إلى عدد كبير من بياناتهم أو متحدثيهم بالنحاية هم يتحدثون يرفضون ما يسمون بين مزدوجين وجود قوات خارجية في العراق لكن هل يمنع على الدولة العراقية ما بعد القوات الخارجية لمصالح الدولة العراقية أن تقيم علاقات مع أي دولة في العالم؟ لا بكل تأكيد هذا القرار يخضع للدولة العراقية يخضع لحكومة العراقية وأينما تجد الحكومة العراقية مصلحة العراق قائمة مع هذه الدولة ستتحب باتجاه تعزيز مصالح العراق مع أي دولة في العالم طيب كيف ستتعامل أو يتعامل التحالف الدولي مع أي خروقات أمنية قد تتعرض لها قواعده مستقبلا في المرحلة المقبلة؟ هل تضمن أي الحوارات القادمة؟ هل تتضمن هذا الموضوع لوقف أي خرق طبعا تتعرض له القواعد مستقبلا؟ الموضوع فيه تعقيد وخضع لأكثر من عنصر عناصر داخلية وعناصر خارجية أيضا مربوطة بحرب غزة ومربوطة بعموم الوضع الإقليمي تشوفون الوضع المتفجر من شمال فلسطين المحتلة إلى جنوب اليمن وفي منطقة ما يسمى بين المزدوجين إذا صحت التسمية غرب آسيا يعرقل موضوع الاتفاقات أو الحوارات القادمة؟ لن يعرقل ذلك عودا على بدء أنا قلت قبل يومين معكم في العراقية برغم ما كل حصل من عمليات الفعل ورد الفعل على الأرض العراقية لكنه هذا الحد الأدنى وأن الحكومة العراقية قامت بجهود مضنية في أن تمنع الانفجارات الكبيرة التي من الممكن أن كانت تأخذنا إلى مساحات نحن الآن كنا في عالم مختلف جدا عن ما هو عليه الآن نعم حصلت فعل وحصل لرد فعل لكن هذا الحد الأدنى الذي استطاعت الحكومة العراقية أن تضبط 95% مننا الآن إذا ما تكرر هذا فإحنا علينا واجب الحكومة العراقية عودا على سؤالكم الأول فيما يتعلق بدور الحكومة بالفعاليات السياسية هي ستسعى إلى التواصل مع كل الأطراف من يبحث عن إنحاء محمة التحالف الدولي وخروج القوات اليوم ابتدعت فهذه المهمة ستتحقق إن شاء الله في القريب العاجل أما ما بعد ذلك إذا كانت أكو طلبات أخرى فطبعا هذا سيكون سؤال افتراضي يناقش في حينه الناطق باسم الحكومة سيد باسم العوادي شكرا سيدي لانضمامك في هذه النشطة شكرا لكم لإتاحة الفرصة شكرا جزيلا